اذا انتهى من قضاء الحاجر يعني انتهى البول والغاية اكرمكم الله لابد من تطهير المكان كيف نطهر المكان اما باستخدام الماء او باستخدام المناديل الحجارة مذنى الخرط استخدام المناديل الحجارة لابد ان تكون طاهرة لا نجيسة يعني ما يمكن يستعمل منديل مستخدم في التطهر من النجاسة نعم ولابد ان لا تكون محترمة يعني لا يمكن ان يستعمل اوراق المصاحب او اوراق العلم الكتب العلمية ويقطع بها اثار المخارج من البول لغاية ولا تكون طعام للانس للجن لدواب الانس لدواب الجن لا يمكن ان يستعمل الخبز مثلا ولا مثلا برصيم المستعمل ل الحيوانات الانس كذلك العظم لا يجوز استعمل اقل ما يستعمل ثلاثة احجاب او ثلاثة مناديل اقل شيء لانه الان لو مسح بالمنديل الاول اصبح المنديل الان نجيس لا يستطيع ان يستعمل في المسحة الثانية اقل شيء قلنا ثلاثة احجار ثلاثة مناديل انقطع الاذر يعني خرج المنديل الثالث الان ليس فيه اذر لا بول ولا غاد هذا معنى من خصلة الطهارة والله الحمد اذا يدع المنديل اعمى لكي لا يستعمل في المعيش دفع الطهارة ولا ظهر احجاب هذا مع promise اقل ما مناديل Tablett اقل ما'll نخصني Exact سادسة سابعة إلا أن يرجع من دول الحجر جاب ليس في آذر لا بول ولا غالب إذا مقطع على ست إحجار مثلا يستحب له أن يزيد السابع حتى يقطع على عدد سابعة إلا أن يكون هناك أسر جانب كما ترمون في سنة دولهم في الأحجار ويكون هناك أسر جانب والله أعلم